برحب بحضرتكو مرة أخرى وخلونا رحب في الستوديو بالكاتب صحفي الأستاذ عبد الحليم قنديل لقاءنا الأسبوع معاه في المواجهة لمناقشة وتحليل مجموعة من أهم القضايا المحلية وأيضاً القضايا الدولية برحب عليك السلام أهلاً وسهلاً نورنا ومشرفنا نورك أهلاً بحضرتك لو رحنا بدايةً يعني اختصاراً للوقت قرى تشكى بأفضل مشروع بيئي في العالم طبقاً لمؤسسة أمريكية E-N-R يعني الفكرة الأساسية في تشكى أن هي فكرة التوسع يعني انحصار المصريين في الواد الضيق على زمن طويل ألفي الطابع أصبح صعباً جداً يعني أنت ذكر أن جمال حمدان في أوراقه الأخيرة تحدث عن خطر تحول مصر أنت تعرف مدى اعتزاز يعني جمال حمدان بمصر كعبقرية مكان أحس أو حذر في أوائل التسعينيات من القرن العشرين من تحول مصر إلى مقبرة كبيرة نتيجة هذا الانحصار والكثافة السكانية حول النيل والتلوس الهائل يعني فكان لابد يعني لمنع تحقق هذه النبوء التي حذر منها من التوسع الجغرافي التوسع الجغرافي السكاني بمعنى نشر السكان على مساحة أوسع من زيارة مساحة المعمور المصري وده تم خلال السنوات الماضية في المدن الجديدة وفي 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 إلى آخر مشروع توسكا مشروع توسكا معروف أنه بدأ سنة 1997 ثم توقف بعد سنين قصيرة وبعد كده عاد الحياة في سنة 2017 مشروع توسكا مشروع طموح لم يكن لأحد أن يفكر فيه إلا لو كان هناك السد العالي وبحيرة ناصر وطبعا السد العالي من المعروف أنه بحيرة ناصر أكبر بحيرة ماء عزبة في المعمورة وأيضا السد العالي كان أعظم مشروع في القرن العشرين بحسب إحصاءات الأمم المتحدة وأعظم مشروع الحقيقة في التاريخ المصري من أنه مكن المصريين من التحكم في النيل بدلا من أن يكونوا ضحية لفايضان أو غيضان النيل فطبعا فوائد المياه في بحيرة ناصر كانت هي الأساس في التفكير في مشروع توسكا وهو مشروع ضخم قابل للتوسع بحسب الدراسات الأولية التي أجريت عليه إلى واحد من عشر مليون فدان في غرب مصر من توشكا إلى الوحاة إلى الفرافرة أمام سالة غذاء جديدة المصريين آه طبعا إلى شرق العوينات وطبعا كل مشروع يعني هناك تكلفة ضخمة جدا وهناك إنجازات طبعا زي تفجير الجزء الجبلي الذي كان يحجز المياه إلى آخره والمساحات المزروعة فيه كما يقال إلى الآن حوالي ربعمائة ألف فدان أو تزيد قليلاً لكن آفاق التوسع كبيرة جدا القرى التجمع ليست تجمع عن زراعين فقط تجمع زراعي صناعي سكني قصد التفريغ السكاني يعني تفكيك تجمع المصريين حول النيل في الواد الضيق وطبعا جنوب أسوان بأكتر من 200 كيلومتراً فطبعا البيئة دي فيها تحديات ترتفع درجات الحرارة في بعض الفصول لكن فيها نقاء طبيعي ومن ثم الإنعار اختارت هذا المشروع مشروع قرى تشكي الجنوبية كأفضل مشروع بيئي لأنه لا يضطرون إلى استخدام موبيدات أو موبيدات حشرية أو إلى حرقياً فدي أهمية طبعا المشروع ضمن مشروعات أوسعين لو تكلمنا عن هكذا إشعادات تأتي من الغرب بين قصين أمريكا بين مشروعات القاملة من لقب مصر بمقييس تتعلق بالبيئة بالجهد الهندسي الكبير الذي يبدل لتمهيد الطريق وهو جهد تكلف كثيراً لكن يفترض أنت كما يعرف أي أحد أن الأراضي الزراعية المشتصلحة بتظل الزمناً إلى أن تأتي الغلة إلى حدها الأقصر فطبعا التكاليف بيتم تعودها وتأتي الربحية منها بامتداد الزمن لكن المراحل الأولى تكون صعبة لو تكلمنا أستاذ بحرين بشكل عام عن الاستراتيجية المصرية لتطوير الزراعة وإزاي تجني الدولة في مرهب في مجولة شوفه ببساطة شديدة حتى الرئيس السيسي في عيد الشرطة في خطابه أكد على الفكرة الأساسية أن فكرة الفجوة الدولارية أو كذا ستظل قائمة وهو عبر عنها بأنها بتأتي بشكل متكرر جنامط متكرر ده التعبير الذي يستخدمه خطابه والحقيقة إحنا لو ضللنا على ذلك سوف نظل ندور في حلقات مفرغة ونسمع كل كم سنة عن اللي شفناه سواء في 2016 أو دلوقتي أو إلى آخره وهذا فيه نوع من التجاهل لجوهر علة الاقتصاد المصر نفقد طابع الإنتاج ذالبا تحول إلى طابع ريعي ومن ثم أصبحت التقلبات المالية أو التقلبات الدولية أكثر تأثيرا طبعا بنتأثر كل الاقتصادات لكن كل برغوط على قد دمه حسب طبيعة الاقتصاد القائمة فالإفلات أو الخروج من هذه الدائرة المفرغة بيتطلب سياسات جديدة في جوهر هذه السياسات أنه رقم واحد الذي يقاص عليه أي تقدم في الاقتصاد عندي وعند غيري هو التصنيع الشامل لا يمكن نظر لأي بلد على أنه بلد يتقدم على مدارج التاريخ بدون التصنيع الشامل اتنين الانتاج بصفة عامة سواء كان انتاج صناعي أو انتاج تقني أو انتاج زراعي وطبعا الانتاج الزراعي البلد تحاول التوسع فيه في السنوات الأخيرة لكن قصارا ما يمكن تحقيقه من انتاج الزراعي أنه أنت تخفض مستويات الاعتماد على الخارج لأن فجوة الوردات ضخمة جدا فالإحلال محل الوردات زيادة الصادرات تحتاج إلى انتاجية أنا لا أعني هنا أن المصادر الرعية قابلة للإهمال سواء السياحة أو تحولات العامل المصد الغير أو كذا أو عوائد الملاحة في قناة السياسة كل هذا مطلوب تنميته لكن لابد من وضع الهرم على قاعدته في هذا السياح يأتي كل اهتمام بالإنتاجية زراعية وتقنية وصناعية بالذات بمفهوم الثورات الصناعية التي فاتتنا نتيجة الانقطاع المرعب في التاريخ المصري نكون شوية ننهط وبعدين نكبه وبعدين نمسح ما كتبناه وهكذا مطلوب عمل متصل يبني والاستخلاص القديم الجديد أنه لابد من إكساب الاقتصاد المصري انتاجية في قلبها حركة تصنيع الشامل لأنه حتى صور كثيرة من الزراع الحديثة تحولت إلى نوع من أنواع الصناع يعني نحن عاوزون نروح للمحاورة الدولية لكن سؤالي الأخير في الملف الداخلي حياة كريمة حياة كريمة طبعا مشروع ضخم الرئيس سيسي تحدث وهو على حق طبعا أنه هذا مشروع ضخم جدا ولا يمكن لأحد الرئيس سيسي تعرض لمشروعات أخرى وقال هل كانت ضرورة أم طرفا وقال آخره واستعرض مشروعات الطاقة وغيرها لكن أظن أن مشروع حياة كريمة مشروع جوهري وتقليل فكرة المكون الدولاري الذي يؤرقناه هذه الأيام جرت على بساطة خطوات كثيرة منها أولوية ربط مشروع تصنيع البلد بمشروع تجديد الريف اللي احنا بنسميه حياة كريمة طبعا هناك فارق بين تحسين الحياة وتحسين البيئة وفكرة رفع مستوى المعيشة الفارق المسافة في توفير عدد هائل من فرص العمل المنتجة التي تضيف إلى الناتج القومي اتنين في توفير مستوى أعلى من الدخول وهذه واحدة من علات الوابع الاجتماعي التي تخلق وتوسع تحسين خدمات مع شيء بشكل مباشر خدمات أساسية أكيد لكن الاستفادة من هذه الخدمات الوصول إلى هذا الغد تماما بالضبط كإتاحة السلع في الأسواق وإمكانية الوصول إلى هذه السلع بأسعار يقدر عليها أغلب المواطنين نروح للجانب الدولي وبتمر ذكرى الستين لمعاهدة الإيليزية للصلح بين فرنسا وألمانيا برلين وفرنسا أو برلين وباريس هل هتكون الأساس لإعادة ترحيد أوروبا من جديد؟ هو برلين وباريس كانت الأساس في بناء فكرة الاتحاد الأوروبي من الأساس؟ من الأساس من 1957 لكن إعادة تأسيس للتحاد الأوروبي تبدولي في هذه الأسناء رغم التوسع الكبير 27 دولة الآن وأغلب هذه الدولة ربما كلها الآن أعضاء في نفس الوقت في حلف الأطلنطي إعادة التأسيس تطرح نفسها كتحدي جديد جوهر التحدي هل يمكن لأوروبا الإفلات من القدر الأمريكي؟ من الوصائل الأمريكية؟ من الهيمنة الأمريكية؟ التي اتتخذت بعد الحرب العالمية الثانية صورة مشروع مارشل وفكرة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في أوروبا كما ظلت حماية نووية في مواجهة التحاد السوفيتي اللي سقط أوائل التسعينات وسكتت النظر لمدة طويلة ثم عادت الأشباح للاستقاظ من جديد على خلفية تحول جرى من عشرات السنوات في توزيع مراكز قوة الاقتصاد أو السلاح أو التكنولوجي جاءت حرب أوكرانيا كجوارقة عباد شمس كاشفة وليست منشأة ومن ثم نحن نرى الآن أن حرب أوكرانيا بدأت من الأول كحرب ذات طابع عالمي تأكد طابعها العالمي أكثر مع تطورات الجارية الآن كانت مواحدة من مشاهد القلق الأوروبي تمثلت في اشترات ألمانيا حين طلب منها دبابات ليوباردتو إلى أوكرانيا أن تقوم أمريكا بهذا التصرف أولا لكي لا تكون ألمانيا وحدها رأس حربة في مواجهة روسيا وهناك بين روسيا وألمانيا في التاريخ ما صنع الحداد وما لم يصنع خاصة في الحرب العالمية الثانية لكن أنا تصوري العام على الوجه التالي في الميدان الأوكراني حيث تواجه روسيا في مقابل خمسين دولة تقدم أفضل ما لديها من سلاح تحت نووي لأنه جرى كسر كل الخطوط الحمراء إلى الآن خطه وحيد لم يكسر هو التحول إلى حرب نووية شاملة لكن بنتكلم أستاذ عبد الحليم عن مواجهة روسيا الخمسين دولة مواجهة عسكرية ولا مواجهة اقتصادية سياسية هل تواجه روسيا مفردة ولا بالحليف الصيني لا روسيا تجتند إلى الحليف الصيني في الجوانب الاقتصادية وجوانب التجارية كبديل لفاقد السوق الأوروبي في الغاز مثلا أو في البترول أو في تصدير الديزل اللي هم منتجات البترول لكن أساسا الروسيا ثبت بالتجربة رغم ركام العقوبات اللي وصل لما يزيد على 15 ألف عقوبة إلى الآن ثبت أنه ليس بالوسع ليس بالوسع أمريكا أن تعزل روسيا على وجه الإطلاق رغم أن الاقتصاد الروسي اقتصاد محدود قياسا الاقتصاد الصيني أو الاقتصاد الأمريكي لكن في مزايا خاصة جدا تتعلق بموارده الطبيعية الهائلة في الميدان العسكري كل الكلام عن المتفاوض وكذا منذ تجربة مايو الماضي في إسطنبول اللي كان بدأ أن يمكن الوصول إلى حل يتعلق بنزع سلاح أوكرانيا أو عدم ضمامها لأي حل في مضاد الروسيا وصل الكلام لاتفاق مبدأي من هذا النوع لكن تدخلت أمريكا لإيقاف هذا الاتفاق فشهدنا امتداد هذا الحرب هذا الحرب تمتد على الأقل إلى شهور قادم إيه اللي يحدد مدى هذه الشهور؟ شيء واحد هل بوسع أحد الطرفين أن يتحول من التقدم العسكري إلى الحسم العسكري؟ لأنه ليست هناك من آفاق للتفاوض للتضاد الكل بين مطالب الأطراف سواء الغرب أو روسيا في أربع أقديم قلاص روسيا ضمتهم بشكل رسمي واستفتاء وكل الإجراءات هي أجرت كل هذه الإجراءات كما تتذكر في أواخر ستمبر الماضي بعد تزبزب كثير في تحديد الأهداف وبعد ضياع فرصة مفاوضات إسطنبول المبدئي وبعد كمان ما حدث من بعض الاختراقات الخمسين دولة بيحربوا وراء قناع لابسين كمامة كده اسمها الجيش الأوكران وجرى تجديده وفي تصرحات مبارح روسية مرة ودين وثلاثة فأنا أعتقد روسيا ليس أمامها من بديل طبعا حقيقة الطرفان ليس أمامها هما من بديل سوى أن يحقق حدوهما نصرا لأن البساطة هذه مواجهة ذات طابع عالمي الطرفان روسيا وأوروبا طرفان روسيا والغرب كل عام غرب ممثلا في الجنب الأوكراني غرب ممثلا في حلف الأطلاطي والأرض الأوكرانية وفي الأرض وبيجري الصدام على الأرض الملعب الأوكراني أوكرانيا ملعب لهذا الصدام وأوكرانيا مطلوب أن تحارب إلى آخر أوكرانيا حرب أمريكا والغرب وهذا ما تصاعدت إليه الأمور الآن عابرة كل المراحل متخلية عن فكرة عدم استخدام أسلاحة هجومية وكذا لأن الأمر ليس مختصرا فقط على الدبابات السقيلة إبرامز وتشالينجر 2 والدبابات الألمانية وإنما وصل أمريكا اليوم طبعا وفقت على إبرامز أمريكا تجمع أسلاحها من كل العالم من مخازنها في إسرائيل إلى مخازنها في كوريا الجنوبية إلى شراء السلاح سوبيت قديم من كافة الدول حتى من دول أمريكا اللاتينية لكي تشحينه الأوكرانيا ثم أرادت إشارة تشجيع أخرى بإبرامز وبحتى تصدير الـ F-16 وصواريخ بعيدة المدى وصل الأمر إلى غايته من يحقق الحسم العسكري وبالتالي أكبار الطرف الآخر على إقاف المشاركة المشاركة يعني زلينيسكي دايما هدائم الإلحاح للحصول على دبابات ليونارد الألمانية ماذا يملك قدر الرجل؟ يتصور أنه ليوبردتو يعني هو يعني هو ممثل كوميدي في الأساس دعنا من ديانتو أو 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 انتماءه الصهيوني وأنت تعرف أن كثير من بناية الحركة الصهيونية في فلسطين المحتلة جاءوا من أوكرانيا قل دمائر مثلاً وغيرها فالفكرة الأساسية الآن أن زلينيسكي بيلعب دور على المسرح بس هو عروسها ماريونيت يعني كل يوم يتكلم شرط النصر على روسيا أن تعطونا دبابات ليوبردتو نحن نسق الآن أن دبابات ليوبردتو سوف تصل بقهر ألمانيا يعني وصف المشتشار الألماني شولتس لما ترد حين تردد في إرسال دبابات ليوبردتو وطلب أن ترسل أمريكا دباباتها لكي يكون لا يكون واحده في مواجهة في رقص حربة دوروسيا وصف شولتس بأنه فار فار يعني يعني في النهاية ستصل دبابات ليوبردتو ستصل كل أنواع الأسلحة التي يملك الغرب سيصل مع الخبراء سيصل مع المرتزقة الموجودون سيصل معها أعمال التجسس والمخابرات من خلال أكتر من 250 قمر صناعيا مدنيا وعسكريا ستصل كل المعونات حتى أشكال القيادة قيادة المعارك وتوجيهها وإدارتها هناك خبراء في قلب كيف أمريكيون وبريطانيون وبولنديون وإلى آخر أنا ظلني أنه نحن في انتظار المواجهة الأخيرة أو الرهان الأخيرة يجري في نصف الثاني من فبراير في مارس في غيرها لكن السؤال الكبير هل تستطيع روسيا أن تنتقل من التقدم العسكري الراهر الذي تحرزه في الأسابيع الأخيرة وببطء شديد وفي حرب المتر متر إلى في هجومها المتوقع لجون قادرة على اكتساح يضمن في الحد الأدنى ضم نهائي للأربع مقاطعات دونباس دونباس الاثنين دونيتسك ولوغانسك زى بوريجيا وخيرسون هذا هو السؤال جوابي على هذا السؤال بالإجاب لماذا؟ لأن الروس بحسب المنطق التاريخي لحروبهم يهزمون يهزمون فيهزمون فيهزمون ثم ينتصرون راجعوا من فضلكم حملة نابليون باتجاه روسيا 1212 راجعوا حملة بارباروس التي قضها هيتلر بنحو 5 ملايين جندي فماذا كانت المصائف؟ المسؤول الشهون الخارجية في الانتحاد العوروبي تحدث عن هذه الوقاعة قبل أيام وقال نريد أن نعكس وقاع التاريخ اللي هو جوزيف بوريج هو لا يستطيع أن يعكس هذه الوقاعة لأنه هذه النهاية تبدو في ظن مقدرة وحاولات النصر الأوكراني تواجه القدر الروسي الآن نحن من قدر إنهاء هذه الحلقة شرفتنا المواطنة سيد عبد الحليم قمدين الكاتب الصحفي الكبير شرفتنا في هذه ليلة من المواجهة ربنا احفظك